اشتركوا في القناة بالنسبة للطريقة هاي الطريقة قديمة ومعروفة ولكن حبيت ان افيدكم فيها فعشان هيك بدي انزل الشرح اليوم لانه كثير مهم بالنسبة للاشخاص اللي بيستخدموا الفيسبوك بشكل كبير وفي عندهم مخصوصيات على الفيسبوك بالبداية بدنا نروح على السهم اللي هون بعدين نختار الاعدادات رح تفتح معانا هاي الصفحة اللي هي الاعدادات العاملة للحساب رح نروح على الامان بعدين بنروح على المكان الذي سجلت دخولك المكان الذي سجلت دخولك منه نكبس عليها بتلاحظ انه بعطيك الجلسة الحالية ايش يعني الجلسة الحالية؟ الجلسة الحالية يعني انه هسا في هاي اللحظة مفتوح عندك حساب الفيسبوك الجلسة الحالية زي ما انت شايف بيحكي للموقع Airbed Jordan تقريبي بين قوسين ومعطيني نوع الجهاز اللي هو يعني نوع المتصفح او نوع الجهاز ممكن يعطيك نوع المتصفح ممكن يعطيك نوع الجهاز في حالتي انا لاني فاتح الفيسبوك على الكمبيوتر معطيني نوع المتصفح اللي هو جوجل كروم ومعطيني نوع الويندوز اللي هو ويندوز 10 زي ما انت شايف تحت بيحكي لك اذا لاحظت اي اجهزة او اي مواقع غير مألوفة اضغط انهاء النشاط لانهاء الجلسة طبعا هاي الجلسة الحالية انساها ننزل للأسفل بتلاحظ انه في عندك جلسات سابقة تطلع على التاريخ والوقت بتحاول تتذكر انت من وين بتفتح حسابك يعني اذا كنت بتتنقل بأكثر من مكان حاول تذكر الاماكن اللي انت فتحت منهم حسابك كل منطقة شو اسمها حاول تذكر الاجهزة اللي بتستخدمها لفتح حسابك يعني مثلا لو بتفتح حسابك على برنامج الفيسبوك من تليفونك اللي بيشتغل بالنظام الاندرويد رح يعطيك اندرويد فون ويعطيك الساعة ويعطيك الدقيقة وهيك او ممكن يعطيك لينوكس اذا كنت فاتح على المتصفح الخاص بالجوجل كروم اللي موجود على تليفونك اللي شغال بنظام الاندرويد ولو بتفتح من قبل بيعطيك قبل ايو اس وهكذا وانت بتحاول من هون تشوف اي نشاطات غريبة اذا كان فيه اي مكان غريب انت ما بتعرفه او اي جهاز غريب انت ما بتعرفه او مثلا طول حياتك بتفتح حسابك من تليفونك وفجأة لما فتحت هون شفت مكتوب لك ويندوز 10 او ويندوز 8 او ويندوز 7 فانت بهاي اللحظة اعرف انه فيه حدا فاتح حسابك او فيه حدا حاليا بعرف الباسورد الخاص فيك وممكن يفتح حسابك بعي لحظة فانت شو بتعمل بهاي اللحظة بتروح على النشاط الغير مألوف بالنسبة ايلكتك بسجنبه على انهاء النشاط عشان لو كان الجهاز الثاني الغير مألوف فاتح حسابك فعليا اذا كان فاتحه بيسكر عنده بيعمل logout او تسجيل الخروج بعدين عالسريع بنرجع على الاعدادات العامة وعندك هون كلمة السر نكبس عليها بتحط هون كلمة السر الحالية الخاصة بحسابك بتحط كلمة سر جديدة وبتعيد كتابة كلمة السر الجديدة هون بالاسفل بعدين بتكبس على حفظ التغيرات وبتغير الباسورد والافضل انك تغير الباسورد كل فترة ما بين اسبوعين الى شهر كل اسبوعين او كل شهر تغير الباسورد تعمل باسورد جديد طيب اكيد في منكم هسا بدو يسألني سؤال بما ان الفيسبوك فيه خاصية امان انه بتعرف على الاجهزة من وام تم فتح الحسابات من اي جهاز ومن اي مكان ومن اي موقع رح يجيني واحد يحكي لي مثلا انا حسابي على الفيسبوك بفتحه من الاردن لو حد فتحه من فرنسا الحساب رح يتسكر ينعمل له block صح يا سعيد ولا مش صح رح احكي لك نعم صحيح اذا انت حسابك مثلا تفتحه من الاردن وبعدين فجأة انفتح من فرنسا الفيسبوك رح يفكر انه فيه عملية hacking او اختراق صارت للحساب بالتالي الادارة بتعمل block للحساب لما يجي صاحب الحساب الاصلي ويقدم البيانات المطلوبة عشان يثبت انه حسابه برجعه رح تحكولي طيب معناتو احنا ليش نعمل هيك بما انه فيه خاصية امان رح احكي لك انه ممكن من داخل البلد اللي انت فيه ومن داخل المنطقة من خلال هاي طريقة تعرف اذا فيه حدا من حواليك بفتح الحساب تبعك وبستخدمه بدون علمك لانه اذا فيه حدا حواليك من منطقتك او من مدينتك او من الدولة اللي انت فيها بشكل عام فتح الحساب داخل المنطقة الخاصة فيك او الدولة الخاصة فيك انت لازلت بالاردن بما انك بتفتح حسابك بالاردن انت لازلت بالاردن بالتالي ادارة الفيسبوك ما رح تشك باشي لانه الحساب الخاص فيك طول عمره بنفتح من الأردن والسارق اللي سرق حسابك أو عرف الباسورد تبعك برضو فتحه من الأردن بالتالي ما رح يشكوا أنه صار فيه أي عملية سارقة وما رح يعملوا بلوك للحساب فمن خلال هاي القائمة بإمكانك تعرف إذا فيه حدا من الدولة اللي أنت فيها أخذ حسابك ووصل لمعلوماتك الشخصية والخصوصية ولا لا طبعا لهون بكون انتهيت من الفيديو أتمنى أن الفيديو يكون عجبكم كان فيديو خفيف ولطيف ومهم بشكل كبير كمان لكل مستخدمين الفيسبوك طبعا أعتذر منكم لأنه نزلت درس بسيط هيك ولكن أنا بحاول أني ما أترك أي يوم يروح علي بدون ما أنزل فيديو فاخترت لكم هالفيديو اليوم وإن شاء الله يكون عجبكم طبعا بالنسبة للأشخاص اللي رح يسألوني هاي الطريقة بإمكاني أطبقها من تليفوني طبعا بإمكانك تطبقها من تليفونك ولاتي ما رح تحصل على تفاصيل كويسة وما رح يطلع لك إنهاء الجلسة إذا كان فيه أي جهاز غريب بدك تعمل له إنهاء الجلسة على التليفون ما رح يطلع لك إنهاء الجلسة إلا إذا بتفتح من متصفح التليفون بتفتحها موقع الفيسبوك وبتعمل إظهار كسطح المكتب أو طلب سطح المكتب على أساس أنه يفتح معك مثل الموقع الخاص بسطح المكتب هيك بإمكانك تعمل إنهاء للجلسات إذا كان في عندك أي جلسات غريبة لا سمح الله وإذا كان في عندك أي سؤال أي استفسار أي اقتراح بإمكانك تسأل تستفسر تقترح تحت الفيديو بالتعليقات أو من خلال صفحتي على الفيسبوك رابط الصفحة رح يكون موجود تحت الفيديو بالوصف ياريت تعملها لايك وتدعي جميع أصدقائك للإعجاب فيها أتمنى منكم الاشتراك بقناة الاحتياطية رابط القناة رح يكون موجود تحت الفيديو بالوصف وياريت تدعمونا أكثر عشان يتشجع ونظل مستمرين إن شاء الله بالقناة لايك للفيديو اشتراك بالقناة إذا ما كنتم يشترك نضيف الفيديو إلى المفضلة ونشره عشان الكل يستفيد من هالفيديو ولهن صار لازم أنهي الفيديو وأحكي لكم شكرا للمشاهدة ويعطيكم ألف عافية كان معكم أخوكم سعيد من قناة The Breaking Wolf السلام عليكم ورحمة الله وبركاته